موسيقى قدام سنع هنا بمباني قيادة الحرص الوطني اشرف وزير الداخلية والمركزية السيد احمد ور عبدالله رفقة قائد الحرص الوطني الفريق مصغار ورسيدي على حفل توشيخ عالد من القادة العسكريين والضباط وشخصيات اتفانوا في العمل بمختلف الادارات والمصالح التابعة للداخلية السيد الوزير استعرض قبل ذلك على انغام الموسيقى العسكرية وحدات من الحرص الوطني جاءت لتأديل تحيير الشرف موسيقى وزير الداخلية والمركزية السيد احمد ور عبدالله حيى بالمناسبة قادة المكاتب والمديريات بقيادة الحرص الوطني وصفح عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية والمركزية موسيقى 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 بعد ذلك وقف الجميع تحية وإجلال للعالم الوطني موسيقى 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 وهكذا وشح وزير الداخلية والمركزية باسم رئيس الجمهورية بوسام طابط في نظام الاستحلاق الوطني السادة مربيه ربه العابدين وال واكشوط الجنوبية العقيد أبو المعالي الهادي السيد عمر مدير المعتمدية بقيادة الحرس المفوض فاضيلي الناجي المدير المركزي لشرطة القضائية السيد سيدي محمد والبيدي المستشار القانوني لوزير الداخلية والمركزية العقيد عبد الرحمن سيد أحمد شويخ قائد تجمع الأمن والتدخل الخاص رقم واحد المقدم أحمد عبدالله علي قائد سرايا الأمن والخدمات رقم هنين المقدم محمد البخاري بمبا أحمد الهيبة قائد تجمع الأمن والخدمات بالحرس الوطني المقدم لحبيب أثمان أثمان أحمد قائد تجمع رقم ثلاثة بالحرس الوطني النقيب بلال محمد المرافق العسكري للوزير الأول المفوض الطالب بويا والسعيد المدير الجهوي للأمن الوطني بالحوض الشرقي المفوض عمر المحمد يوسف مفوض السبخة رقم واحد الضابط محمد محمود سيدي محمد مفوض السبخة رقم هنين المفوض أحمد محمد رمام مفوض الشرطة بيت جنين رقم ثلاثة وبيوسام الامتنان الوطني وشح السيد الوزير السادة جاقنا عبدالله حاكم مقاطعة بوتلميت عبدالله والإمام حاكم مقاطعة ألاق والسيدة العالية يحيى منكوس عمدة بلدية القران السيد سيد أحمد هميمد عمدة بلدية أطار النقيب الشيخ محمد لغرف إدومو مسير سجن ألاق النقيب محمد عبدالرحمن محمد الأدهم قائد السرية أمن السجن بن واذيبو النقيب سيدي دداه المدير الجهوي لتجمع أمن الطرق بولاية وأكشوط الغربية النقيب محمد سيدي محمد محمود سيدي مدير الشرطة القضائية بالتجمع العام لأمن الطرق المفوض المختار وليسلم مدير بإدارة العام للأمن الوطني المفوض أحمد سالم محمد مولاي قائد تجمع الأمن وتدخل بشرطة الوطنية المفوض يعقوب سيداتي شنان مفوض مطار نواذيبو المفوض إبراهيم مولاي رشيد المدير المساعد لإدارة أمن الدولة الضابط السالك محمد محمود قائد الكتيبة رقم 2 بشرطة الوطنية المفتش سيد أحمد محمد مفوض الرياض رقم 3 المفتش بلال إبراهيم مفوض فصالة السيد ألمين والجد والألمين ملحق بديواني وزير الداخلية واللمركزية السيد محمد مولود بل رئيس مركز بإدارة الحماية المدنية السيد جميل محمد محمود عبد الجليل رئيس قطاع البث السيد عبدالله والسيد محمد مدير ديواني والد رارزا المفتش المساعد عبد السيد القيلاني قائد الكتيبة المتخصصة للشرطة المراقب الرئيس الشيخ الطالب محمد عبداللهي المدير الجهوي للحماية المدنية بن واكشوط الشمالية المراقب حبيب أحمد سالم عدلها المدير الجهوي للحماية المدنية بن واكشوط الجنوبية وبميدالية الشرف درجة أولى وشح وزير الداخلية واللمركزية المساعد أول عبدالله مولود محمود مدرب فريق الحرس الوطني لكرة القدم المساعد أول حنشي أحمد عم جدين رئيس فصيلة بتجمع الجهوي رقم تسعة بالحرس الوطني المساعد أول محمد حدمين محمد محمود محاسب التجمع الجهوي رقم ثلاثة بالحرس الوطني المساعد أول محمد محمود محمد لمين رئيس قسم المكتب الأول بقيادة الحرس الوطني المساعد أول حمى المامي كعباش محاسب سرايا حفظ النظام والقتال رقم ثلاثة بكيفا المساعد أول محمد الزين عبيدات مرافق قائد أركان الحرس الوطني المساعد أول محمد محمد سالم رئيس فصيلة بالتجمع الجهوي رقم ثلاثة بالحرس الوطني المساعد أول إعلي سالم حويرية رئيس الفصيلة رقم خمسطعش بالتجمع الجهوي لحرس الوطني المساعد أول محمد لمين سيدي باندا رئيس الفصيلة رقم اربعة بالتجمع الجهوي لحرس الوطني المساعد أول أبو أبدولاي نينغ قائد الفصيلة رقم ثني من التجمع الخاص لتدخلي بالحرس الوطني المساعد أول حمدي أحمد تباخ رئيس قسم للحرس الوطني بأطار المساعد أول محمد محمود محمد عبيد الرحمن رئيس قسم للحرس الوطني بسيلي بابي المساعد جعفر علي سيد أحمد علي مؤطر المساعد محمد محمود سالم عبيد البركة رئيس فصيلة الإشارة بكيهيدي المساعد سيد محمد عبداللهي محاسب تجمع المتنقل المساعد يوسف زكريا المختار قائد فرقة الحرس الوطني بطينطان المساعد كار أحمد أحمد كوري رئيس قسم الإشارة بالتجمع رقم 8 جكجا المساعد عمر ولسيدي رئيس مركز بالإدارة الجاهوية بنواذيبو المساعد آجي محمد آجي رئيس المركز المتقدم المساعد محمد سيدي محمد رئيس قسم بمفوضية الشرطة بيقرو المساعد محمد حرمى محمد سالم رئيس قسم الهجرة في عبارة روسو المساعد الشيخ الإمام الحضرامي رئيس قسم بالديواني لمدير العامي الأمن الوطني وبميدالية شرفه من الدرجة الثانية وشح السيد الوزير الرقيب أول محمد الامين يحظيه سيدي عقوب قائد فصيلة وليانجا الرقيب أول الغالية سيدي محمد عساوي قائدة سرية التفتيش النسوي بالسجل المدني الرقيب أول جعفر سيدي محمد مبارك سائق شاحنه بالتجمع الخاصي الأمن الرقيب أول السالك سيدي محمد عبداللهي مساعد قائد سرية التجمع الجهوي 14 في نواكشوط الشمالية الرقيب أول شريف أحمد الهيبة الشيخ محمد قائد مركز التجمع الجهوي رقم 9 بجوجت الرقيب أول محمد إبراهيم عمر قائد مركز الرشيد بالتجمع الجهوي رقم 8 الرقيب أول يحيى حمادي الشيخ سيدي محمد محاسب الحرس الوطني في كيهيدي الرقيب أول خيارهم سيد أحمد خازن وحارس السجل المدني في النعمة الرقيب أول إعلي السيدي المعيوف محاسب بمصلحة الرواتب بقيادة الحرس الوطني الرقيب أول عبداللهي محمد الشيخ أعمر المرافق العسكري لوزير الداخلية واللمركزية الرقيب أول محمد عبداللهي همر رئيس القسم بالإدارة الجهوية للأمن الوطني نواكشوط الجنوبية الرقيب أول سي كاليدو صنبع رئيس قسم بالإدارة الجهوية للأمن الوطني نواكشوط الغربية الرقيب أول سالم محمد رئيس قسم بالإدارة الجهوية للأمن بيتير الزمور وبميدالية شرفه من الدرجة الثالثة وشح السيد الوزير الرقيب أول محمد أحمد سعيد قائد السرية في نواذبو حرسي درجة ثانية محمد فال محمد مفتاح وكيل قوة عومية بالتجمع الجهوي رقم أربعة حرسي درجة ثانية ممود بها عبدي سائق الشاحنة بالحرس الوطني حرسي درجة ثانية محمد سالم بها هميليد وكيل تجمع القيادة والخدمات بالحرس الوطني حرسي درجة ثانية إنجيه الداويس عنصر قوة عومية للتجمع الجهوي رقم تسعة حرسي درجة ثانية إبراهيم محمد خازم بمجموعة السرايا الأمن والتدخل رقم واحد حرسي درجة ثانية سيد محمد باب أبو بكر عنصر قوة عومية بالتجمع الجهوي رقم خمسطعش حرسي درجة ثانية هميليد أبو كامراء عنصر قوة عومية بمدرسة الحرس الوطني حرسي درجة ثانية الزين ولياربا وكيل قوة عومية بتجمع الأمن والتدخل رقم هنين رقيب أول عبدالله أحمد المغيفري وكيل من التجمع العام لأمن الطرق الوكيل محمد محمد يسلم عنصر من إدارة أمن الدولة وبهذا التوشيح تكتمل مراسيم التكريم المخلدة لذكر الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني اشتركوا في القناة